السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة قناتكم فسحة في هذا الفيديو الجديد لنفصل فيه بالجانب ديال لطيفة رأفت من القضية ديال إسكوبار الصحراء لأنني لاحظت أن بعض الناس ما عجبهم شي حال لاش نجبد لطيفة رأفت وكأنني قلت تطعن في الأعراض بالرغم أننا نضروف واحد المعطيات اللي هي باينة وواضحة فالمشكل ديال هاد الميلف هذا هو أنه هاد الفنانين ولا هاد كدنيا باطماء وكال الطيفة رأفت كيكون عندهم واحد الجيش للجماهير اللي ما عندهم مش العقل باش كيفكروا فقط يعني ديك العبودية وديك التبعية ديال لدول ديالهم أو كما يعتبرونه معبود الجماهير يعني مهما كانت إحنا عدنا معطيات إحنا مولفين واحد الجمهور معين فكنا نفرزوه على الدماء الإلكتروني اللي يدخل فده بعدنا الدوبة بالإلكتروني والجمهور وعدنا الأتباع والعبيد ديال اللي طيفة رأفت علاش هما عبيد لأنهم باك يسمعوش أشياء نقوله إحنا لدينا معطيات نتكلموه هنا يعني وهذا القضية ديال الأعراض ما الأعراض تجنبنا الحديث على بزاف الحواج لكنني كتكون صيدة ترجمة تصريحات ديال المتهم الرئيس الأول يتهمها ببعض الأشياء فنحن نتساءل علاش الدولة يعني لا المستوى القانوني ما تتعاملش بصرامة مثل هذه المواضع فما تخفيه هذه الدولة ولهات الأجهزة على المغاربة أو من هو هذا الشخص اللي عنده علاقة مع الأطفاء رأفت وتحاول الدولة حمايته من خلال حماية الأطفاء رأفت لأنه كان شيئا جخاص إلى طاحت الأطفاء رأفت هذا يتجر معها يعني كي نقوله هذا هو الحائط الآخر كماذا بسعيد النصري فاشطح سوف تدامنا تصريحات بخصوص بزافة الناس ومن هو الأطفاء فتكلم على أنها هذه السيدة تقاضت ثلاثة لمليار في عضون ساعتين مقابل إقامتي عفلين أو شاركت في ذلك المهرجان ذي الزاقورة فهذا مبلغ يعني بمجرد أن تسمعه يجب أن تتحرك الفرقة الوطنية وتتحرك نياب العامة ويجبو دكسيدة ويقول لها يفاش أنت قضيتك ثلاثة لمليار للمهرجان كل ما مقه يعني في أي إطار تشدي هد الفلوس هده هده وحده إلا دوزناها بشغيمات الماء يمكن تصريح آخر ما يمكنش يدوز لا بشغمات الماء ولا بشغمات المنطقة ولا بش ما بغيته فسعيد النصري اعترفا اعترافا على لطفة رأفت قال أنه ما عندوش علاقة مباشرة بلطفة رأفت لكن دورها هو أنها كانت تجيب الفتيات الصهرات والليالي الحمراء اللي كان يديرها سعيد النصري بالإقامة دي فأثبتت التحقيقات أنه من بعد ما تم رحص البيت دي السعيد النصري تبين أنه كان زارع الكاميرات في عدد من الغرف داخل هذه الإقامة يعني طفة رأفت بالعربية التعرابت كانت كان يجيب للبنات هو كان يجيب السياسيين كان يجيب الفنانين والرياضيين ويتم إغواؤهم ويتم إقامة أفل ماجين أفل إباحي تيطيح الضحايا لينخلوا معهم لشمر ويتم صورهم يعني الذي تم استدراجه إلى أي غرفة من الغرف ومارس ما مارسه مع وحدة من الفتيات التي تجيبهم لطفة رأفت تم تصويره فيتم بتزازه بتلك الصور والفيديوهات لكن البلاغ ديال ديال نيابة كان غريبا شيئا لأنهم قالوا أنه ذاك الشيء يعني كان بحل بحل قلتي لحسب إشباع رغبات عن سعيد الناصري فهذا الأمر ممكن تكون كنتمش بطريقة هذه فابني كان قل أن تسجيلات وكين وحدة تمارس التواد وكتجيب فتيات فهي قصد دفع على رأسها من هذا المنطلق تقول أنه صرح به سعيد الناصري لأنه متهم وقال أنه علاقة بها رغم أنها مباشرة ولكن كانت خدامة تجيب لهم البنات وهو تيصورهم فهذا الأفلام التي يتم تصورها تعتبر تجارة بالبشر تعتبر نصبا الحوايج ممكن تكون بتيزاز ممكن مزاف الحوايج فالفرقة الوطنية التي لا تحرك في هذه القضية وتستدعي هم فعلا قالوا أنهم استدعوها واستنطقوها وهضروا معها وصفات لهم لكن قبل لما تمشي الفرنسا لكن من بعد ما تمشي الفرنسا تم القبض على سعيد الناصري وأدلى بهذه التصريحات فمن هنا يتبين أن السيدة يجب أن تدافع على نفسها والفرقة الوطنية يجب أن تقوم باستدعائها منك تشوف أن الأجهزة الأمنية والقضائية تغض الطرف على هذا الواقع أنا كنت بوليسي ولا كنت راضي سأأمره باستدعاء لطفة فتكون نجي ونقول لها هذا السيد المتهم الرئيسي قال لك أنك تخدم معهم تجيب لبنات وكتلصي وهم يمارسون الرذيلة مع هذا لبنات وشكون هات الشبكة لبنات التي تخدم معهم فهذا تشكيل عصابة ديال الدعارة هذه عصابة ديال التجار بالبشر فهذه إذا صح ما قاله سعيد النصري فلطفة فهي رئيسة ديال عصابة ديال التجار بالبشر فهي خصد دفع لرساء أولا أمام القضاء وأمام الأجهزة الأمنية قبل ما تقع في الفيديوات لكن كنشوف أن لا الإعلام يعني يركز على هذه النقطة ولا القضاء ولا الأجهزة الأمنية حاولوا استدعاء هذه السيدة لكي تفسرنا هذه الواقعة والواقعة ديال لات لمليار يعني لكي الناس يفهموا أننا عندما نتكلم نتكلم انطلاقا من معطايات عما ديك الحضراء ديال الجمهور ديال الروتيني العبيد ديال لطيفة والعبيد ديال دنيا باطمة فهي لا تعنينا وهم مجرد موجتين عابرة لأن هذا الموضوع يعني تشوف هذا النوع من الجمهور كي ترام عليك لأن الموضوع يعني فيه الجنس وفيه كذا وهما عزيز عليهم هذه اللقطات هذه إحنا جات في طريقنا ما هو سياسي بما يعني تخلط بما هو جنسي بما ويستعمل الفيديوهات الإباحية من أجل ابتزاز الشلسيات المعروفة السياسية والرياضية والفنية فإحنا مش حيث هو فيه الجنس ما غاديش نهضرو فيه ولا حيث لطيفة رأفت كيقولون الحاجة لطيفة رأفت إحنا ما غاديش نتطرقونها بالرغم أنها كانت صريحات هناك يجب الوقوف عندها سيدة غلطات ولا ما غلطات لكن جميع الإشارات تشير إلى أن السيدة متورطة إلى حد بعيد في هذه القضية شيء آخر بخصوص نفس الموضوع وبخصوص نفس الحزب وتورطه بهذا الموضوع فهناك خبر آخر يتكلم على تقديم عبدالطيف وهبي أو وزير العدل المغربي تقديم استقالته كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة ارتباطا بهذه الفضائح لأنها بدتك تجرب كثير في الخيوط نحن 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 لأنه مرتبط بمنظمة مكافحة المخطرات الأمريكية وهي التي حسب ما أرى تحاول تنظيف المحيط الملك الذي أصبح يتدخل في قرارات ديبلوماسية ف ذلك يضغطه بشكل مؤين سواء داخل البرلمان الأوروبي سواء إلى مستوى الخارجية ناصر بوريطا هم يستعملون الرشاوة ويؤثرون حتى على مصالح بعض الدول فربما أمريكا كانت تدخل في هذا الإطار وفي هذا التجاه لأنها لا يمكن أن تتدخل بشكل مباشر يعني في واحد الشيء اللي هو داخلي ولكن في نفس الوقت يعارض بعض مصالحها فهي كانت محيط معك باحد الشكل اللي هو قانوني ولا غادي نقول لاش هاد المنظمة دي المكافحة الإرهاب المخدرات اللي متواجد المكتب دي لها منذ سنة 2015 بالمغرب لكنها لم تحرك ساكينا مع العلم أن هذه القضية كانت موجودة بالمغرب منذ سنة 2015 و2014 فالآن هناك شيء ما تسعى له أمريكا من خلال يعني محاولة إسقاط بعض الرؤوس وهي كبيرة لذلك كنشوف بالرغم من الحماية فهم لم يستطعوا حماية رؤوس اللي هي كبيرة لكن المشكلة الأكبر هو أن في المحاضر ذكرت رؤوس اللي هي أكبر وفي المقالات صريحات لبعض الصحفيين وبعض الجرائد اللي هما مرتبطنش بالنظام فتم التصريح بأن فؤاد علي الهمة والقصر الملكي هو من يقوم بحماية هاته العصاب فكشفوا أن وهبي الوزير ديال العدل أيضا اعتباطا بهذا الموضوع قدم استقالته لكن لم تقبل منه هذا الشي كيدل لأنه تورط آخر لشخصية مرتبطة بنفس الحزب حزب الأصالة والمعاصرة حزب القصر الملكي أنه 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 تي واحد والجعب وحد اللي كتجر للقصر الملكي نفس الأشخاص ولا نفس اللي متورطة في القضية ديال تجارة المصدرات كلهم عندهم علاقة بالقصر الملكي وحتى من لطيفة رأفتفة سبق وأن تحدثنا عن علاقتها القوية بأفراد العائلة الحاكمة داخل المغرب ومن هنا تستمد حمايتها ولذلك لا نستغرب من خروج بعض الصحفيين اللي محسوبين على النظام يدافعون عن لطيفة وما كيحاولوش نقشو التصريحات ولا الاعترافات ديال سعيد النصري اللي قال بأن كان الصحفي صحفي نازيه ففتعلها في أحد المحطة لكن عندما تكون هناك تصريحات يدلي بها متهم رئيس إلى أن هاد السيدة تقوم بالقوادة وجلب الفتيات لإحياء لايالي حمراء داخل الفيلا المتهم الرئيسي الذي يقوم بتسجيل يعني ضبة النملكي كانقولو داخل الفيلا فهاد السيدة حسب تصريح المتهم الرئيسي هي متورطة لكن نفس الأشخاص الذين دفعوا عليها لم يناقشوا هذا الأمور ولم يطرحوا هذه الأسئلة فيتبينوا أنهم على علم بما هي متورطة فيه ورغم ذلك يقومون بالدفاع عنها حماية لأشخاص هم أكبر منها فدمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم